اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دخلت روبا الى غرفة العمليات هي وعم تحلم باللحظة اللي بدأت تظهر فيها الى العالم بشكل جديد وتبدأ حياة جديدة كلها ثقة بالنفس وامل بالحب والسعادة لكن روبا بعدها لا هلأ ما ظهرت من المستشفى لان خلال اجراء العملية دخلت بغيبوبة وحالتها كتير خطرة قصة روبا هي واحدة من العديد من القصص اللي انتهت بالموت او النتائج الصحية السلبية للعمليات الجراحية للتنحيف لها السبب حبينا نعرف اكترا عن الموضوع ونحكي عن مدى خطورة هالعمليات مع ضيفنا بالستوديو الدكتور ماهر حسين استاذ في الجراحة العامة وجراحة المنظر وجراحة الشرايين اهلا وسهلا فيك بباية دكتور لاحظنا باستطلاع الرأي دكتور انه انذكرت كتير مضاعفات او مخاطر للعمليات الجراحية التجميلية اجملا انما شو مخاطر للعمليات الجراحية بالمطلق؟ بحظنا انه في كتير خوف عند الناس هلا من العملية الجراحية لانه كتير منسمع انه بتفوت وما بتعد تظهر من العملية هلا الحقيقة لما سمعنا استطلاع للأراء الناس بالنسبة للعمليات معهم حاق يخافوا لانه كل شي ما بتعرفيه بتجهليه بتخافي منه خاصة النمور الطبية وخاصة الديش المعلومات الطبية عند عامة الشاب هي دايما قليلة فمن هالمنطلق دايما بكل عملية في عنا مشاكل والحقيقة المشاكل اللي هي بكل عملية معروفة والنزف أو الالتهاب وكل هالأمور ولكن نحن الحقيقة أهمية انه الناس المختصين بمجال الاختصاص هن يعملوا العملية للشخص المناسب فمن هيك هلأ ذكرت ربع اللي وزنها 75 كيلو يمكن ما كانت بحاجة لهك عملية يمكن نظام غزائي معين يمكن نظام غزائي تغير طريقة الغزائي تبعها مع الرياضة المستمرة مع كل هالأمور كان ما بحاجة لعملية بهالنوع نحن الحقيقة العلاج الجراحي للسمنة المريضة هي علاج مش للتجميل صحيح الناحية الجمالية هي لما بيضعف الشخص بيصير من ناحية الشكل والجمال بيتحسن ولكن نحن الحقيقة كجراحين جراحة السمنة الزائدة أو المريضة نعمل هذه الجراحة لصحة الإنسان لأنه معروف أنه الإنسان اللي هو عنده سمنة مريضة فيه عنده نقص بعمره بين 8 سنوات و 12 سنة نتيجة هالسمنة المريضة اللي هي على نتائج كبيرة على صحة الإنسان دكتور ربع كانت معرضة أكتر من غيرها من الناس أنه تعاني من هالمشكلة أو تكون تفوت بغيبوه من مثل ما صار معها لأنه عنده مرض مزمن يعني هل فينا نقول أنه الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط السكرة وإلى آخره هن معرضين أكتر من غيرهم للمضاعفات نحن لأينا الحقيقة نحن هلأ بيروح منه السكري وبيّنت أنه لحصات العلمية أنه بربط المعدي حوالي 60% بيروح منه مرض السكري وإذا بنعمل شيء اسمه بايباس غاستيك بايباس اللي هي تصغير المعدي مع تحويل تحويل مجرل المعدي نسبة شفاء من السكري هي فوق 90% حتى عم نفكر نعملها لأمراض السكري اللي هي مش عنده نصاحة اللي هم يسمون طيب 2 ديابيتس طيب 2 ديابيتس هني الحقيقة بس ضع فيهم وزنهم أو بتحويلهم مجرى الأكل من الاثنين عشر بشيء اسمه غاستيك بايباس عم نشفيهم من السكري بما أنه عم نحكي عن هالعملية دكتور الكاميرا بيتي اتجهت لعندك وحيث حضرتك أنت عم تجه هالعملية لحدا وشفنا كيف بتنعملها التقنية وهي مألف من شو أو شو بيضطر يعمل للطبيب لا تصغير وتحويل المعنية خلينا نشوف اللقاطات ومنجرى مدابع حديثنا ونشوف سوا